هو مكان عادت له الروح بعدما كان مفرغة ومصب للنفايات تم ترميمه استغلاله من طرف مجموعة شباب ليصبح سوقاً أسبوعياً يعرض فيه الباعة مختلف سلعهم سوق غزة أصل تسمية ما كانش هذا هو الاسم الأصلي للسوق جاء تسمية عفوية باش نضبنوا بإخواتنا الفلسطينيين في المحنة اللي ممروا بها أولاً السوق يتربع لمساحة 1.6 هكتار قمنا باستغلاله بالدعم من السلطات المحلية باش يكون إضافة اقتصادية ان شاء الله لبلدية فوكا ويوفر عدد معتبر من مناسب الشغل حالياً رانا نوظف حوالي 17 نعون أمن وعدد من عمال النظافة بالإضافة إلى عدد من الإداريين وان شاء الله راح يكون عدد آخر من العمال مستقبلاً إن شاء الله يوجد حالياً 23 محل وسيتم إنجاز محلات أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله بالإضافة إلى أماكن مخصصة في السوق وبأسعار تنافسية للشباب من أجل أن يمارسوا مختلف أنواع التجارة كما أقتنم هذه الفرصة لكي أذكر بأن يوم الأربعة هو يوم مخصص لتجارة السيارات ويوم السبت هو يوم مخصص لتجارة المواشي وبقي أيام الأسبوع ستكون أيام متنوعة لخضر وفاوكه وملابس ومختلف أنواع التجارة فتح هذا السوق الأسبوعي كانت فرصة للعديد من الشباب العاطل خاصة أبناء الحية ليكون مصدر رزق لهم السوق هذا عنده فتح ترومين وظوم بلاي ربعة وإن شاء الله يطلونسا وبدأ يتعمر بشوية بلاي قال لنا لنا ديري نحويج نسترزقه ووش تدير تخدمه غلاص هاو تنقى حاجة مليحة بلاي خدمه وقاعك تشوذو كفتح ربي تنطع بلاي ورنو نخدمه وانا نخدم عاجو مليون وثمين مليا نجي هنا لنسترزق وبربي إن شاء الله نكريوه هنا بلاسة هنا ونخدمه إن شاء الله ونسألنا بلدية فوكا خدام في عين بنية كالي محل سجل تجاري جيتنا بش نسجل في سوق غزة لكي نقول نعاون في بلدية تاعي وإذن الله أنا عندي طابلة خضرة فكرة من شباب لم تتوقف فقط عند توفير عمل لهم بل انتد الفرج ليمس المئات من العاطلين عن العمل